أهلا وسهلا بكم طلابنا طلاب الصفة السابع هذه المادة مقدمة لكم من قناة حياتنا أور لايف نرحب بكم جميعا ودرس اليوم رح نتحدث فيه عن العوامل الطبيعية وتوزع السكان هل السكان بتمركزوا في منطقة معينة أكتر من منطقة تانية؟ ليش يا ترى؟ ليش عداد الناس بالجبال بيكون بقل عن عداد الناس الموجودة بالسهول؟ فدرسنا اليوم رح نتعرف فيه كيف الطبيعة بتأثر على السكان وين يسكنوا وين يستقروا خلينا نشوف إذن مجموعة من المصالحات اللي رح ندرسها اليوم زي مثلا كلمة السهول الفيضية، فلاد بلين، المناخ، كلايمت، الكثافة السكانية، فإذن هدول من أهم الكلمات واللي حلو كمان نحفظ تعريفهم طيب ما هي العوامل الطبيعية التي تؤثر في التوزع السكاني؟ زي ما حكينا الآن في المقدمة إنه سكان بشكل عام بتوزعوه من مكان لآخر مش كلهم بشكل متساوي إشي متباين مختلف يعني من حيث حجم السكان من حيث أيضا توزيعهم طيب لو نيجي نعرف شي يعني شغل اسمها كثافة سكانية الآن الكثافة السكانية رح تشوفه في نهاية الدرس أسئلة إنه كيف تك تحسب الكثافة السكانية وهيك نحن بنربط الرياضيات بمادة الاجتماعيات يعني كيف تك تحسب الكثافة السكانية هو عبارة عن مجموع عدد السكان في منطقة معينة تقسمه مجموع عدد السكان على أداء على المساحة الكلية يعني لو حكينا بقرية صغيرة من قرى إربد عدد مثلا مساحة السكان منقول مثلا فيها مليون تمام هذا المليون باجي بمسكه وبقسمه على مساحة هذه القرية تمام بس هيك بطلع عدد في سكان عايشين عدد في كثافة من السكان عايشين في قرية من هذه القرى طبعا قطاع غزة يعتبر بالعالم من أكثر المناطق اللي فيها كثافة سكانية منغوليا تقع تعتبر الأقل كثافة يعني شخصين بس بيغيشوا لكل كيلومتر مربع في حين أنه بكل كيلومتر مربع فيه عندي بغزة 26 ألف شخص بيغيش شوف الفرق يعني عدده طب بناء على ذلك رح نشوف شو هي العوامل يعني الأسباب يلي بتأثر بتخلي هالسكان دي اختلف توزيعهم من مكان لآخر أول شغل بتقولولي السهول طيب ما هي السهول الفيضية اللي هي اللي حكينا عنها فلات بلاين السهول الفيضية بتعرف لي هي السابع من هون بتقولي تتعريف من هون إلى هنا بتقولي مناطق مستوية السطح قليلة للإنحدار استقر فيها الإنسان منذ القدم هاي السهولة الفيضية زي هيك المستوية شوفوا ما أحلاها هي بتكون موجودة على جانبي النهر هون زي هيك على الجانب هاض وعلى الجانب هاض بالتالي هي كثير خصبة تمام كثير ملائمة للزراعة لأنه مليان مي جنبها مي حوليها مي والتربة كثير خصبة فبالتالي نتذكر إحنا لما كنا نحكي عن حضارات زمان ودرسناهم بالتاريخ كنا نحكي أن الحضارات كانت أصلا تتنافس وتقاطل حضارات ثانية بس عشان المي مثلا حضارة وادي النيل حضارة بلاد ما بين الرافدين أهم شغله إنه يكون في عندي منطقة فيها مي فإذا لماذا نشأت الحضارات القديمة في مناطق السهولة الفيضية بسبب هذا هاي سبب نكتبه هون قربها من المياه وخصوبة تربتها ثاني عامل أو سبب ثاني إنه هو الجبال مين فكرك يعني أحسن إنك أنت تعيش بجبال ولا تعيش أنت بمنطقة سهلية الجبال كثير صعب يعني تتفرجوا على هذا الجبال هاي جبال اسمها الأنديز الموجودة في أمريكا الجنوبية الجبال تعتبر جدا صعبة إنك أنت تعيش فيها لإنه كيف بدك تزرع إذن لماذا صعبة واحد لأنك صعب تزرع صعب إني أنا أعمل طرق كيف بدأ أنتقل من مكان لآخر كيف بدأ أحط مواصلات إذا ما فيش طرق صح؟ أيضا درجات الحرارة معروف كل ما تطلع لفوق يعني من على سطح الأرض أكيد رح تبرد كل الجبال بالعالم تمتاز من خفاض الكثافة السكانية أعطيني أمثلة على جبال لدينا بالعالم كلها معروفة زي إلها ملايا موجودة بآسيا الأنديز موجودة بأمريكا الجنوبية الروكي موجودة بأمريكا الشمالية هاي ثلاثة أمثلة طب ليه مرة أخرى لين خفضت الكثافة السكانية في كل المناطق الجبال اللي بالعالم؟ بتقولي الثلاث أسباب وين هم؟ هاي هم بالأعلى شو هم؟ واحد صعوبة ممارسة مهنة الزراعة اثنين صعوبة تشق الطرق وتعمل مواصلات كمان انخفاض درجة الحرارة لكن هلأ بقولك مع التكنولوجي والتقدم العلمي بعض مشكل بعض المناطق الجبلية صار فيها استقرار بشري أعطيني مثال على ذلك اللي هي جبال الألب هاي جبال الألب موجودة في أوروبا فيها مي لماذا صار في استقرار؟ بتقولي واحد تقدم علمي اثنين فيها مي بالتالي في عندي أنشطة سياحية وعندي منها منتجعات أيضا أنشطة سياحية ويا بتقولها مع بعض يا بتقولها كنقطة لحال كمان في عندك جبال موجودة بالمغرب العربي اسمها جبال أطلس وهاي الجبال فيها مياه كثيرة وفيها عديد من الموارد المعدنية فممكن هاي نعتبرها كمان رقم خمسة إذا بدنا ندمج الثنتين مع بعض إنه ليه بشكل عام صار في عندي زيادة استقرار بشري في مثل تلك الجبال بسبب وفرة المياه وتولي واحد تقدم تكنولوجيا اثنين صار فيه سياحة أكتر الناس رتتشجع تعالوا زوروا هاي الجبال واستمتعوا بمغامرة تسلق الجبال وفي عندي كمان منتجعات وآخر شغلة كثير فيها معادن يعني اللي بدوا يروح ويدور على معادن موجود فيها معادن الجبال هاي هي بلدة ألمانية شوفوا كيف يعني كيف الناس استقرت هون جنب الجبال هاي كلها جبال الألب تمام؟ شوفوا كيف وهنا عملوا استقرار يعني فيه قرى عادي وناس عايشين وما فيه مشكلة ننتقل إلى العامل الثالث وهو الهضاب والهضاب كلها نعرفها موجودة بين يعني هي الهضاب بين الجبل وبين السهل يعني ما أخدم من الاثنين هي فعليا شوي مرتفعة وبنفس الوقت مستوية يعني حلوة بتيجي زي الهضبة زي التلة جوانبها الشديدة وهي الهضار وهي جذابة للسكان خاصة إذا فيه أشياء بتساعد أكثر يعني إذا فيها ماي إذا فيها معادن إذا فيها حرارة ملائمة وهذه الصورة لهضبة العناضول للراحة تركية وشافها بيشوف هضبة العناضول أدي فيها استقرار تفرجوا كيف الناس مستقرة فيها بكميات هائلة بسبب وفرة الماء المناخ حلو كتير فيها فيها ثروات طبيعية ومعادن فهي جذبة السكان اللي عيش فيها والأحلى إنها مش جبل أوكي مش هالصعوبة الجبال ولا هي يعني سهل سهل كامل فهي ما بين البيناين طيب بالنسبة للمناخ هاي نقطة لحالها بدنا نعرف بالبداية ما هو المناخ بقول لك يا سابع عرف لي المناخ شو بتقول لي؟ بتقول لي هو متوسط حالات الطقس لمدة زمنية طويلة شو بشمل؟ بدك تدرس مناخ إربد مثلا أو مناخ العقبة شو بدك تدرس؟ بدك تدرس الحرارة الرطوبة ضغط الجو والريح المطر قد هل يؤثر المناخ على سطح الأرض وعلى الأنشطة؟ طبعا إذن أول نقطة حكيناها اللي هي نقطة الأشكال سطح الأرض كيف تؤثر على توزع السكان؟ ما هي الأربع مناطق الرئيسية التي يقسم إلها العالم؟ ممكن هذا كمان يجيك في الامتحان واحد بتقول لي القطبية اثنين بتقول لي المعتدلة ثلاثة بتقول لي الجافة وأربعة هي المنطقة الاستوائية التي تقع على الإكويتر وهو خط الاستواء اللي بيكون مناطق حامي كتير طيب السؤال ننظر إلى هذا الشكل هاي بتبين لك المناخات خلينا نحكي عن أنواع المناخات ثلاثة أربعة رح نحكي عن أربعة مناطق أول منطقة المنطقة المعتدلة وكل الناس هجوم على هاي المناطق لأنه حلوة مناخة حلو حرارتها معتدلة فيها أمطار كتير مثل البحر المتوسط منطقتنا وغرب أورطة في عندي مناطق قطبية هاي قليلة إنه الناس يسكنوها بس فيه شعب اسمه الأسكيمو هدولا استقروا فيها خلاص يتعودوا على الجو وانسجموا مع المناخية الصعبة وخلاص سكنوا فيها هاي تعريف الأسكيمو بقول لك من هم الأسكيمو بتقول لي هم تجمعات سكانية صغيرة يعيشون في المناطق الخطبية الشمالية وخلاص ومشيوا مع انخفاض درجة الحرارة تقلموا فيها هل يوجد غطاء نباتي؟ لا إذن شو خصائصها؟ قلة حرارة اختفاء النباتات بالتالي لا تلائم الزراعة ولا حتى أنشطة اقتصادية أخرى ننتقل إلى المناطق المدارية الجافة اللي تعتبر كمان قليلة السكان ليه؟ إذا قلت لك علل ليش كمان الناس بتحبش تسكن في المناطق المدارية الجافة بتقول لي قلة أمطار وارتفاع حرارة ما هي اسمها جافة؟ يعني حرارتها عالية وما فيش مطر وحتى الحرارة بتكون بالليل كثير باردة لأنها مناخ صحراء الأتكامة في تشيلي هي صحراء تعتبر أكثر صحراء بالعالم جافة تمام؟ بقول لنا من حوالي أكثر من 100 سنة مش نازلة عليها الشتاء طيب هاي منطقة كلياتنا منعرفها يعني منطقة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بقول لنا يعني تنتاز معروف كلياتها دول الخليج بأنها دول كثير حامية الحرارة فيها كثير عالية يعني فهي تعتبر منطقة صحراوية جافة بذي صراحة لكن الحلو في الموضوع لدول الخليج إنه في تقدم علمي تكنولوجي الكنديشينات دائما تشتغل فبالتالي في استغلال صحيح لا كمان لوجود النفط ساعد فبالتالي صارت الظروف ملائمة لأنه يسكنوها الناس آخر منطقة وهي المنطقة الاستوائية اللي شفناها هلأ على الخارطة إنها تقع تقريبا بنص الكرة الأرضية تيجي بالنص زي الزنار هذه المنطقة طاردة للسكان لأنه كثير حامل انتم شفتوا كيف اللون الأحمر كانوا ارتفاع درجة الحرارة كثير عالية والرطوبة كثير كمان مرتفعة وغير هيك الغطاء النباتي مليان يعني كثير نباتات فرجوا قد فيه نباتات غابات كبيرة جداً زي غابات الأمازون المعروفة حوض حوض الكونغو كمان معروف مليان كثير غابات وهو يعتبر منطقة استوائية تمام طيب إذا بهيك نحن منستفهم إنه هاي المناطق الأربعة بالإضافة لها عوامل تشكيل سطح الأرض كلها تساهمت في توزيع السكان خلينا نبلش مع بعض بالأسئلة هذا ملخص الدرس الأسئلة السؤال الأول بيحكي لنا فسر لنا ليش بترتفع الكثافة السكانية في المناطق المعتدلة ليش ارتفعت بالمناطق المعتدلة قولنا مناطق جاذبة للسكان بسبب الحرارة المعتدلة بسبب وفرة الأمطار طيب وضح المقصود في السهولة الفيضية وبالهضاب وبالمناخ كل التعريف موجود عندكو السهولة الفيضية مناطق مستوية قليلة الانحدار تتشكل على جانبي النهر ملائمة للزراعة وكمان الهضاب مناطق مرتفعة ومستوية وجوانبها شديدة الانحدار وجاذبة للسكان المناخ عرفنا بأنه متوسط حالات الطقس لمدة طويلة بشمل حرارة رطوبة رياح ومطر طيب نأتي لتفكير الناقض اللي بيحكي لنا العوامل الطبيعية مش المحدد لحاله لتوزيع السكان بالعالم صح؟ طبعا لماذا؟ نرجع لماذا؟ لأنه بوجود هاي الجواب هون بوجود التقدم العلمي والتكنولوجي الانسان صار يتأقلم مع ظروف البيئة الصعبة وصارت حتى الجبال الناس يعني تعيش فيها زي جبال الألب طب لماذا انخفضت أعداد السكان في المناطق الجافة؟ قلنا بسبب الحرارة مرتفعة الرطوبة كمان منرتفعة والأمطار قليلة جدا أو لا مش رطوبة ما في رطوبة في حرارة عالية بنهار وحرارة منخفضة كثير بالليل والمطر جدا قليل في تلك المناطق طيب نحكي الآن ليه بتنخفض الكثافة السكانية في المنطقة الاستوائية؟ الاستوائية معروفة إنه حرارتها عالية ورطوبتها عالية والغطاء النباتي زي غابات الأمازون كثير كبير العمل الجماعي بنتركه لكم بالنسبة للتطبيق هذا اللي قلت لكم عنه كيف بدك تحتسب الكثافة السكانية الكثافة السكانية تحسب تجمع عدد السكان وبتقسمها على المساحة فتمسك هاي 36.7 لا تنسى تحط 5 صفار لأنه هاي السبعة هي السادس تقسمها على هذا الرقم بطلعنا هذا الجواب هاي إجاباتنا وكآخر شغلة ممكن نحكيها بالنسبة لدرسنا لليوم اللي هي مهارات الخريطة بقول لنا هون إنه عدد سكان العالم أدي احفظوا لي ياها هاي احتمان تيجي بالانتحان 8 مليارات شخص في سنة العشرين واثنين وعشرين يتوزعون بصورة متباينة سؤال مين هي القارة اللي زمن تشايفين حسب الخارطة أكثر أو حتى ممكن نحكي يقطن في أكثر من نص سكان العالم عايشين بهاي القارة شو هي قارة آسيا نتخيل فيها حوالي 60% عايشين فيها من سكان العالم كله أما قارة أوكيانوسيا هاي تمام هاي بس 1% وحتى أقل من 1% عايشين فيها من سكان العالم فاحفظوا لي أوكيانوسيا أقل القارات سكانا وآسيا أكثر القارات سكانا حوالي 60% ونقدر أعداد السكان وترتب قارات العالم تنازليا هاي يوم من هون هاي يوم بينين البيانات عندكم يا تاسع يا سابع وفيكم تحطونا إياهم بشكل ترتيب تنازلي بهيك خلصنا درسنا الثاني نراكم في درس جديد وهو الدرس الثالث اللي بيكون بعنوان الأنشطة البشرية خلصنا من الطبيعة وعرفنا كيف تأثرة على توزيعنا أما الآن رح نحكي عن الأنشطة البشرية كيف تأثر على أشكال سطح الأرض ويعني بشكل تبادلي كيف هاي بتأثر في هاي وكيف هديك بتأثر فيها شكرا لكم وإلى اللقاء